فضائح وتجاوزت بالجملة ميزت عملية إداع ملفات مشاركة في مسابقة التوظيف في قطاع التربية الخاصة بمعلمي الأطوار الثلاثة في أيامها الأولى حيث حالة الفوضى وسوء تسيير المراكز دون إداع مئات المترشحين لملفاتهم رغم التحق هؤلاء بمراكز إداع الملفات على السادسة صباحاً واستلامهم قصصة الدخول لإداع الملف المترشحون أعابوا طريقة تسيير هذه المراكز حيث افترش بعض المقبلون على المسابقة الرصيف المحادي لمركز إداع الملفات محمد شبيكي ببلدية بشج الراح التابع لمدرية التربية الجزائر شرق كما وزعت القصصات التي تخول لأصحابها دفع الملفات بالمحصوبية على الساعة الواحدة صباحاً وهو ما حرم الكثيرين من حق الدخول للمركز وهي الوضعية التي أجبرت بعض المترشحين للتنقل إلى مدرية التربية لتقديم شكوى حول الموضوح هذا وقد انطلقت في الحادي والعشرين أفريل الماضي على مستوى مدرية التربية الخمسين عملية إداع ملفات المترشحين للمشاركة في مسابقة التوظيف المزمع إجراؤها في السبع والعشرين ماي المقبل بمعدل مناصب يتجاوز تسعة عشر ألف على أن يستمر إداع الملفات إلى غاية الثاني عشر ماي الجاري فيما حدد تاريخ المقابلات يوم السبع والعشرين ماي الحالي